قام صباح اليوم كل من مدعي الجمهورية ووكيل النيابة والمفتش العامة بوزارة التمدن والسكن قاموا بزيارة ميدانية لبعض من المساحات الأرضية في بعض من المناطق والقرى القريبة من العاصمة أنجمينة بعد أن تم إلغاء عملية تخطيط وتوزيع الأراضي بها التفاصيل لدارة ماجبريين أنجيني مخشوصة موسعة لتخطيط مساحة واسعة من أراضي قرى كسيات القريبة من العاصمة أنجمينة قام بها بعض من الأفراد زوي النفوس الضائفة دون إخبار الجحة المعنية بهذا الشأن إن هذه الأملية أغضبت المسؤولين بوزارة التمدن والسكن مما دفعتهم للقيام بهذه الزيارة الميدانية للتقرب من الموقع ومعرفة ما حدث هناك المفتش العام لوزارة التمدن والسكن أمر زيبة ومسؤولة شعون القضائية خديجة لبنة وعدد من أفراد قوات الدفاع ومدعي الجمهورية وكيل النيابة الخامس محمد منصور عبد الرجال جميعهم وصلوا إلى القرية حيث استمعوا إلى الشراحات والتفاصيل المقدمة من طرف شيخ القبيلة بشر البخاري إبراهيم ومحمد عدم إبراهيم بلام قرية كيسة سمت أن هذه المعلومات سمحت للمسؤولين بتفقد الأماكن والمساحات الأرضية التي تم تخطيطها الوسيط القر الشرعي يروي هذه القصة من البداية مشددا أنه اتبع الطرق الصحيحة المندوب الإقليمي لوزارة التمدن وسكن بإقليم شاري باقرمي ومن أعطى الأوامر للفنيين بتنفيذ هذه الأملية المفتش العام لوزارة التمدن وسكن أمر زيبا أكد من ناهيته أن الطريقة التي زحبت بها أملية تخطيط هذه الأراضي وصناعة الحجارة بهذه الطريقة مخالفة تماما مدعي الجمهورية وكيل النياب الخامسة شدد على ضرورة فتح تحقيق الجنائي لملاهقة مثل هذه البور الإجرامية جينا سيشفنا لقينا 4200 أو 4500 بور مكان وهناك ده كم؟ كم عدد من البر في مكان آخر في كيسة 1 وكيسة 2 وزي ما قدتوا شفتوا برينكو الناس جوا حتى البيوت صلبوها شفتوا بيوت يعني مسكونة سياتة قاعدين جوا صلبوها وخلاص يعني بشول منهم 30% لا له ما فيه أصلا ما فيش أي قانون يسمح لهم يشوله 30% ينطل الحكومة للحكومة وما شافتها الأمر تحت التحقيق ونحن سنحرك الدعوة الجنائية ضد كل ما له صلة بهذا الإجراء بهذه العملية وإن شاء الله سترون ماذا يفعل القضاء عبد الرحمن أشاء رئيس مركز إداري لنا التاب إداريا لمقاطعة شريك من نهيته رفض كليا تحمل مسؤولية ما جرى في هذه المنطقة فيهين أنه يعتبر المسؤول الأول ما دامت أن هذه القضية تخيمها العديد من الشبهات يحتاج الوضع إلى المزيد من التحقيقات القضائية ترجمة نانسي قنقر